لأن الأحلام كانت كثيرة والأمل بالإنجاز أكبر منذ تأسيس إمارة شرق الأردن أنجزت السواعد الإعلامية ممثلة بعبد الرحيم عمر نوها بطشون إعداداً إبراهيم الذهبي تقديماً ومحمد عزيزية وأيهم عماري مساعدي إخراج أنذاك أما الإخراج فقط كان لزميلة نوها بطشون هذا البرنامج هو برنامج وثائقي يحكي سيرة الأردن عبر خمسين عاماً من العطاء منذ تأسيس المملكة الأردنية وحتى السبعينيات ويحمل اسم أحلام ومنجزات ويستعرض أول رئيس للوزراء رشيد طليع وبداية عملية البناء للدولة الأردنية حيث جرى أول استطلاع للإحصاء للسكان والذي قمت به نيابة العشائر أنذاك في عام 1922 وكانت الإمارة ممثلة فقط بثلاثة مدن البلقاء والكرك وعجلون ومنذ أن تشكلت الحكومة المركزية الأولى في عمان برئاسة رشيد طليع بدأت عملية البناء الكبرى وخلق الأردن الجديد وجرى أول إحصاء للسكان في إمارة شرق الأردن في شهر أيلول سنة 1922 وقد أجرته أنذاك نيابة العشائر فكانت نتائج الإحصاء كما يلي عدد القرى البلقاء 15 عجلون 101 الكرك 8 تقدير عدد السكان البلقاء 39600 عجلون 69300 الكرك 13500 دور السكن البلقاء 4950 عجلون 13660 الكرك 1950 العشائر تقدير عدد السكان 12950 دور السكن 20590 مجموع عدد السكان 2251380 وبلغ عدد السكان عام 1928 300 إلى 350 ألف نسمة وفي 17 تموز سنة 1923 وبعد إعلان الاستقلال تألف أول مجمع علمي وجاء في كتاب رئيس الديوان الأميري إلى رئيس الوكلاء شرحا لأهداف المجمع وهي رغبة لإحياء الآثار القومية ورفع منار المعارف العربية وأن ينتخب أعضاؤه العاملون الأعضاء الفخريين فيه من الأقاليم العربية لأحكام صلة التعارف العلمي والقومي بين الناطقين بالضبط كما أمر الأمير عبد الله بإنشاء مجلة علمية باسم مجلة المجمع العلمي العربي في الشرق ومكتب عامة وفي أيلول عام 1923 تألفت وزارة جديدة واستبدل اسم مجلس الوكلاء باسم مجلس النظار ووضع أول برنامج لوزارة أردنية وكان من بين بنوده السعي وراء نشر المعارف بتزييد المدارس وتسهيل المواصلات وإنشاء الطرق وتعميرها والاعتناء بإصلاح زراعة البلاد تزييدا لمصادر الثروة والاهتمام بشؤون الصحة العامة وفي أيار سنة 1924 تألفت وزارة جديدة في البلاد يرئسها علي رضا الركابي ليتبع كما جاء في البيان الوزاري الصدق والإخلاص في القول والعمل والعزم والحزم في معالجة الأمور ويعمل على توزيع العدل بين أفراد الشعب ومراعاة القواعد الاقتصادية وخدمة المنفعات العامة وقمع بذور الفساد وعدم التحيز وصيانة المنطقة من الأحوال المخلة بالأمن والسعي وراء نعقاد المجلس النيابي تدريبا للأمة على الحكم الدستوري وبدأ الركابي العمل مباشرة فأصدر تعليمات بشأن تنظيم الدوائر ومنع الزيارات أثناء الدوام الرسمي وتخصيص أوقات العمل للعمل في الدوائر الحكومية وفي شباط من عام 1925 أصدر الركابي قانون تسجيل النفوس وقانون تنظيم المباني وتقديم الخرائط للحصول على رخص للبناء